إلى تونس حيث باشرت حكومة نجلا بودن مهامها بعد أدائها اليمينة الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد بعد أكثر من شهرين ونصف من سريان التدابير الاستثنائية بودن أكدت خلال لقاء مع محافظ البنك المركزي أن أولوية حكومتها تتمثل في تهيئة توازنات للمالية العامة والمضيف لإصلاحات الاقتصادية الضرورية وكان سعيد قد أعلن أثناء مراسم أداء اليمين الدستورية استمرار التدابير الاستثنائية وقال إن الخطر ما زال قائما لم تعرض على البرلمان لنيل الثقة فهو مجمد إلى أجل غير مسمى لكنها نال الثقة الرئيس أدى وزراؤها اليمين الدستورية على دستور ألغى الرئيس العمل به إلا من توطئته وبابيه الأول والثاني ليستأثر بكل السلطات دون مراسم تسلم وتسليم مع الحكومة السابقة كما جرت العادة بعد الثورة باشرت الحكومة الجديدة مهامها هذه الحكومة هي حكومة الإجراءات الاستثنائية أو حكومة الولادة من الخاصرة والتعصف على كل الأعراف والقوانين التونسية في تشكيل الحكومات هي حكومة الرئيس الثالثة بعد حكومتي إلياس الفخفاخ وهشام المشيشي الذين اختارهم الرئيس ستكون تحت إشرافه وسلطته يقول الرئيس لا تبدو حكومة كفاءات أو تكنقرات ولا هي حكومة سياسية أو ذات محاصصة حزبية حكومة مسغرة برهانات كبيرة بالنسبة إلى كل فرد في هذه الحكومة عليه إثبات أن التشكيك في شرعية هذه الحكومة لا يعني بالضرورة أن تقدم هذه الحكومة أداء سيئا بل من الممكن أن تنجح في مهامها حذور لافت للمرأة عرفان بها يقول أنصار الرئيس لكنها فاقدة للشرعية الدستورية يرد معارضه وبين الطرفين ما زال انقسام سيد الموقف في الشارع والأوساط السياسية ميلاد حكومة جديدة هي الثالثة عشرة بعد الثورة في وضع استثنائي حكومة ستقض دفة البلاد من مرحلة سياسية كان فيها حوار وتوافق وتداول على السلطة إلى مرحلة سياسية أخرى تبدو بلا أفق السلطات فيها كلها بيد الرئيس وذك مأخذ طيف واسع من الأحزاب وسمد عسي العربي تونس قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن تونس تحتاج بشكل عاجل إلى إصلاحات اقتصادية ذات أهداف محددة لتحقيق استقرار اقتصادها ووضع المالية العامة في مسار مستدام وأبلغت جورجيفا الصحفيين أن صندوق النقد على تواصل موسع مع السلطات التونسية على المستوى الفني ويتطلع إلى سماع أولوياتهم لبرنامج إقراض محتمل مع الصندوق تنضم إلينا من تونس جنات بن عبدالله الكاتبة الصحفية المتخصصة في شأن الاقتصادي سيدة بن عبدالله في ظل دين عام يقترب من 40 مليار دولار وحاجة إلى توفير مبلغ يتجاوز الخمسة مليار دولار لإنهاء ميزانية هذا العام وحديث أيضا متواتر عن طباعة الأوراق النقدية المحلية من دون مكافئ لها من العملة الأجنبية إلى أين يتجه الاقتصاد التونسي خصوصا وأننا نتحدث عن حكومة قائمة الآن نعم مساء الخير اختزلت كل ما ينتظر الاقتصاد التونسي خلال الأيام القليلة إلى موفة هذه السنة ونحن اليوم في غياب قانون مالية تكبيلي على الأقل لتحديد البوصلة ومعرفة كيفية أو تشخيص مصادر تمويل الميزانية نحن لنعجز في ميزانية الدولة بالنسبة للفترة المتبقية في حدود 11 مليار دينار جزء منها سيتم توفيره من خلال موارد الجبائية والجزء الثاني الذي كان ينتظر أن يتم تمويله بالاقتراض القارجي لأن الصعوبات المالية وتدني التركيب السيادي لتونس حالة دون خروج تونس إلى السوق المالية العالمية وبالتالي اليوم كل الاهتمام متجه نحو البنك المركزي لتوفير هذا التمويل ولكن هناك إشكالية باعتبار أن قانون النظام الأساسي للبنك المركزي لسنة 2016 يمنع عن البنك المركزي التمويل المباشر لميزانية الدولة والعبور عبر البنوك المحلية ونعلم أن البنوك المحلية اليوم استنفذت سيولتها وقد أقرضت ميزانية الدولة عديد المرات وحتى بالعملة الأجنبية وهي اليوم تتجنب إقراض الدولة بما يجعل كون المقرض الأخير المحتمل هو البنك المركزي وهنا كثرة الجدل عن صعوبات أو تداعيات مثل هذا التوجه وهناك من يقول أن لا يمكن الوجوء إلى اتباعة أو اصدار الأوراق النقدية من أجل توفير التمويل باعتبار البخاطر التضخم ولكن في غياب العمالة الكاملة يعني القدرات الانتاجية في تونس لذات متوفرة ولنا نسبة بطالة عالية وباعتبار صعوبة الخروج على السوق المالية العالمية فإن الملاذ الأخير يبقى البنك المركزي لإصدار الأوراق النقدية وهنا التخوف وهو مشروع التخوف من احتمال ارتفاع التضخم لابد من احتواءه بإجراءات من السياسة المالية العمومية على الأقل للحد أو للتخفيف من ارتفاع الأسعار وبالتالي اليوم وهناك من يقول لابد من تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والاعتماد على الدول الشقيقة والصديقة هذه النقطة بالذات مروان العباسي كان أدل بتصريحات متخوفة ومحذرة من الوضع الاقتصادي وبعد لقائه بقيس سعيد خرج بنوع من التصريح الإيجابي وكأن سعيد وعده بشيء ما وحدثه عن ربما هذه الدول الشقيقة وصديقة التي تستعد للإقراض وهناك أيضا مخاوف من هذه الدول حيث من المعروف أن بعض الدول الخليجية قد تشترط يعني مسارا سياسيا معينا من نوع اقصاء تيار سياسي الإسلاميين مقابل التمويل نتحدث بالضرورة عن دول مثل السعودية والإمارات هل هذا مطروح في تونس؟ الإمارات نعم هذا مطروح اليوم في الساحة السياسية والساحة الأعلامية أيضا ولقاء رئيس الدولة ببحاث البنك المركزي جاء يوم بعد نشر البنك المركزي لبيان مجلس الإدارة المنعقد يوم 6 أكتوبر 2021 وقد جاء هذا البيان دقيق وحذر من عديد المخاطر وخاصة المخاطر المتعلقة بها شاشة المالية العمومية وأيضا من تراجع أو توفاقم العجز الميزان التجاري وهنا كان استقبال رئيس الدولة لمحافظ البنك المركزي على الأقل للتخفيف من الجدل والخوف الذي صاحب ورافق صدور هذا البيان ليخرج محافظ البنك المركزي بعد لقائه برئيس الجمهورية للتخفيف على الأقل من هذه المخاوف والمخاوف كما أجرت بالنسبة للتمويل من قبل أو الاقتراز من قبل بعض الدول الأعربية أيضا هو محفوف بمخاطر الشروط التي يرفضها الشعب التونسي ويرفض هكذا شروط من أجل التمويل وبالتالي كما أشرت أن المالي الأخير يبقى في الأخير البنك المركزي الذي لا بد أن يتحرر من قيود قانون النظام الأساسي لسنة 2016 باعتبار أن البنك المركزي قبل ذلك التاريخ كان يمول ميزانية الدولة وبالتالي البنك المركزي هو يتبع الدولة التونسية ولا بد اليوم يتحمل مسؤوليته كاملة حتى على الأقل يحمي تونس من هكذا شروط خارجية والتدخل في الشأد الداخلي تحدثت عن هذه النقطة بالذات في علاقة بطبع الأوراق المالية ولكن المخاوف من التضخم حقيقية حيث أن الدينار انزلق خلال العشر سنوات الأخيرة بما لا يقل عن 60% من قيمته تقريبا يكافئ 35% من قيمته سنة 2010 وبالتالي بمزيد من طبع الأوراق المالية ربما يواصل الدينار انزلقه أيضا في حين الرئيس يدعو إلى تخفض الأسعار وهناك حديث واضح وصريح وانتقاد لهذه الخطوة على الاعتبار أنه لا توجد خطة لخفض الأسعار مقابل توقع تضخمها بالضرورة بسبب طبع الأوراق المالية نعم انخفاض الدينار يعني بلغ يعني إلا 74% من سنة 2010 إلى سنة 2020 وانخفاض قيمة الدينار يعود إلى عجز الميزان التجاري وإلى التوريد المكثف الذي كان بالإمكان السيطرة عليه على الأقل من أجل إيقاف هذا النزيف نزيف التوريد وقرار يعني انزلق الدينار هو جاء أيضا بمقتضاء قانون استقلالية البنك المركزي لسنة 2016 حيث جاءت الدعوة إلى تخلي أو اتباع سياسة صرف مرنة وهو ما جعل الدينار ينزلق إلى هذه الدرجة حيث تخلى البنك المركزي عن حماية الدينار أو إلى إيجاد الحد من مرورة سياسة الصرف كما كان الشأن في المغرب المغرب اليوم استطاع السيطرة على الدرهم المغربي وجعله مرتبط بتقلبات سعر صرف الأورو وبالتالي في تونس كان بالإمكان لو لا هرولت الحكومات السابقة إلى توصيات وإملاءات صدق النقد الدولي في خصوص المصادقة على قانون استقلالية البنك المركزي سنة 2016 إذن اليوم بالنسبة أيضا لارتفاع الأسعار جزء كبير من ارتفاع الأسعار هو جاء من التوريد جزء من التضاقم هو مورد باعتبار أننا في تونس اليوم تم القضاء أو تدمير منظومة الإنتاج وقطاعات المنتجة وأصبح الاقتصاد التونسي يعول على التوريد وتعلمون أنه كلما كان هناك توريد مكثف فإننا نورد التضخم معه ونشهد باعتبار أن إذا اعتبرنا مدخلات الإنتاج الموردة فإن مدخلات الإنتاج تدخل في كلفة الإنتاج وترفع في هذه الكلفة بما يجعل الأسعار تجهد هذا النسق التصاعد وأن رئيس الجمهورية أراد وتدخل من أجل السيطرة على الأسعار ولكن سيد الكريم السيطرة على الأسعار لا تتم بالتمني أو التدخل في السوق من خلال ضرب قانون السوق إذن السيطرة على الأسعار يتم عبر سياسة الجبائية يمر عبر سياسة النقدية يمر عبر سياسة التجارة الخارجية والسيطرة على الدينار ويمر أيضا عبر سياسة المالية العمومية والأقوف إلى جانب القطاعات المنتجة ومساعدة الدولة وتوفير الدولة للحوافز المالية والجبائية من أجل السيطرة على تقريفة الإنتاج سيطرة على الأسعار تمر أيضا من خلال السيطرة على الأسعار المحروقات وتعلمون المخاطر التي تهدد تونس اليوم من جراء ارتفاع الأسعار العالمية للبرميل للنفط حيث أن ميزانية الدولة لسنة 2020 تم اعتماد فراضية سعر البرميل في حدود 45 دولار للبرميل واليوم وصل تجاوز الساعة 70 دولار وهنا هذه الفجوة لابد من تغتيتها بالترفيع في الأسعار أشكرك شكرا جزيلا جنات بن عبدالله الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي كنت معنا من تونس